آه نعم هنتر هنتر العمل المفعم بالحماس التشويق والقصص الخرافية اللي دون شك حمست متابعينها عبر السنين سواء كان ذلك من ناحية الشخصيات الأسطورية أو المعارك الاستثنائية ودون شك قصة هنتر هنتر كانت ولا تزال أحد أعمدة عالم الأنمي وسبب كبير للي الشريحة كبيرة من متابعين هالمنصة تعرفوا على هذه المنصة من الأساس وسبب كبير لهذا النجاح ولها الحب لهذا العمل يعودوا بشكل مباشر لمؤلف هذه القصة توغاشي يعني لما نقول أن الرجال يعرف يكتب فالرجال يعرف يكتب في كثير جوانب من قصة هنتر هنتر فعلا كانت استثنائية ومختلفة من بقية الشونين أنيميز اللي في الجوار فيعني أضل من المنطق القول أن الرجال هذا ترك بصمته في هذه المنصة يب 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 لكن لكن يعني لو افترضنا لو افترضنا يا جماعة أنا ما قاعد أقول أن الكلام ذا واقعي لو افترضنا أن القصة كانت استثنائية وإنت كنت من عشاق ذا العمل من حرفيا اليوم الأول اللي تعرفت عليه يعني إلى المتى أنت رح تبقى من عشاق ذا العمل إلين ما بس يعني تطفش منه يعني لو كان هذا العمل يمشي بكل سلاسة وبجدول صارم المتابع ما رح يكون عنده عذر عشان يطفش وهذا لأن كل أسبوع أو يعني كل شهر هذا المتابع رح يستمتع بفصل جديد من عمله المفضل وهذا بالتالي رح يوفر للستوديو المحتوى الكافي لتطبيق ذول الفصول إلى رسوم متحركة ناروتو بليتش وون بيس كل ذو الأعمال أمثلة كويسة عن قصص عندهم محتوى رائع زائد انضباط تام لتزويد المتابع بالحماس الدائم ليكمل مشاهدة العمل ولأطول فترة ممكنة ويعني هذا اللي قاعد يسوي وون بيس حتى الآن للأمان هذا الشيء لازم تعطيها الوان بيس بصراحة طبعا بعيدة عن القصة الانضباط اللي أودع عندها عشان يوفر فصول أسبوعية ولفوق لعشرين سنة يعني دعم لكن يعني لو رجعنا لهنتر هنتر ولأخينا توغاشي فيعني يعني أوكي عشان نعطي لذا الرجال حقا لو تسألني أنا كعبدو من بين كل أنميات الشوني اللي أنا شاهدتها ويش كانت أكثر أنمي أنا استمتعت فيه فراح أقول لك هنتر هنتر من أكثر مؤلف أبهرك بكتابته فراح أقول لك توغاشي ومن كان أكثر شخصية رئيسية استمتعت بوقت عرضه فراح أقول لك غون التطور اللي الشخصية حصل عليه لطيلة مجريات القصة الشيء استثناعي وخصوصا لما نحكي عن الأشياء اللي الولد سواها في الكاميرا فيا توغاشي يعرف كتب قصص لكن غير كذا يا أخي أنا ما أظن شفت مؤلف قدر يتعامل بشخصياته مثل ما توغاشي قاعد يسوي بأعمدة قصصه ومجددا لو أخذنا كمثال على الرغم أن الشخصية كان كويس وأدى عمل جيد في دور الشخصية الرئيسية على طول بعد ما توغاشي حاسس أنه سوا كل اللي يقدر عليه بالشخصية بام على طول شالة من القصة وبوب أهلا بكورابيكا نو هالكورابيكا شخصية قادر أن يحمل القصة قدما نعم نعم هو قادر لكن بعيدا عن الشخصيات المؤثرة في القصة توغاشي أيضا استطاع أن يعرف شخصيات جديدة للقصة وذول الشخصيات أيضا ساهموا بشكل كبير في تقدم القصة سواء كان ذلك من ناحية الأركات اللي هم شاركوا فيه أو إذا حكينا عن تأثيرهم في القصة بشكل عام لكن أوكي أوكي أظن عظمنا ومجدنا القصة بما فيه الكفاية وأظن كلنا نعرف إن مشكلة هونتر هونتر بشكل عام موب من ناحية القصة لو حنا عطينا توغاشي الوقت الكافي لإكمال عمله ومن دون انقطاع فما عندي الشك في عقلي إن هذا العمل راحه بكل سهولة يكسر الساحة إذا حكينا عن التأثير وطريقة سرد الأحداث وجوزء كبير من هذا يعود إلى القارة المظلمة وإيش هي بالضبط العجائب اللي توغاشي راح يسلطها في ذيك القارة حنا أردي أخذنا النبذة عن ذيك المكان من الكايميرا آرك ومن نانيكا اللي اثنين هم كانوا من سكان ذيك القارة فما بالك بالكائنات الثانية اللي ساكنين في ذاك المكان لكن يا مشكلة هونتر هونتر هي بالضبط المشكلة اللي توغاشي قاعد يواجهها الوقت توغاشي ما عنده وقت ويعني أظنه هو مبصر كل أحد حرفيا كل أحد عنده نتفة اهتمام بهونتر هونتر يعرف عن مشكلة توغاشي الفعلية الرجال كسلان هو بس يلعب العابة ويماط لكتابة الأحداث الأخيرة للقصة بأي طريقة ممكنة أو طبعا لو هذا كان الحال وأن المؤلف كذا كسلان فأوكي المتابعين عندهم كل الأحقية في أنهم يسحبون على ذا العمل لأن هي ذا العمل قاعد يتماطل على يد واحد كسلان فيعني مع نفسه لكن المشكلة أن الرجال مريض هو مصاب بواقع صحية وإذا كنتم بتسألون وين فيعني الرجال عنده مشاكل في ظهره ونتيجة هذا الشي هو ما يقدر يكتب يا شيخو حتى في بعض الأحيان ما يقدر يقوم من سريرة انسى الكتابة فيعني بصراحة وللأمانة يعني حنا ما نعرف بالضبط ما مدى الألام اللي هو قاعد يواجهها لكن على أي حال دام الرجال عنده مشاكل في ظهره فمن المنطق إن سبب ذول الألام هي من الرسم من الساعات المتواصلة اللي مؤلف قاعد يكتب وقاعد ينتج ويعني يا جماعة لازم برضو حطه في الحسبان إن الرجال قاعد يرسم من عام تسعة وتمانين فيعني هو قدم شغلة في ذا المجال بصراحة وشريحة كبيرة من طاقته المؤلف زرعها في عمله السابق حياة المانقاكا بشكل عام مو بسهلة يعني ذول الصفحات اللي حنا قاعدين نشوفها في كل فصل المؤلف يمكن استغرق لها ساعات بس عشان يطبق صفحة واحدة سواء كان ذلك من ناحية كتابة محادثات الشخصيات أو جودة الرسمة في كل صفحة لكن لكن يعني لو أخذ هذا في الحسبان توغاشي بصراحة ما أخذ بنفسه في أمور كثيرة هنا بل بالعكس يمكن زاد الطين بلع على نفسه أنا ما أعرف بصراحة إذا الرجال كوميدي وله بس قاعد يستهبل توغاشي ذكر في إحدى مقابلاتي أنه كان يبي ينهي العمل في الفصل ثمانمية الفصل ثمانمية طبعا للتنبيه هنا يا دوبك يا دوبك دخلنا على الفصل أربعمية بعدين يجيك هذا الحلو ويقول لك يا جماعة وين 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 على وين لسا ما شفتوا شي طبعا هل هذا الرقم منطقي لا لا هو مو منطقي خصوصا لما تأخذ في الحسبان كمية المرات اللي هو كان يأجل إصدار الملجز من الفصول يعني شوفوا هذه الصورة الأحمر هم الفصول المؤجلة والأزرق هم الفصول المصدرة الأحمر أكثر من الأزرق يا جماعة يعني تنبيه ثاني أحد المتابعين كده جمع كل الفصول اللي توغاشي عملها ومن دون أي انقطاعات وأي تعجيلات واتضح إن كان من المفروض نصل للمرحلة اللي وصلنا عليها في المانغا قبل 17 سنة نعم 17 سنة فتكنيكلي توغاشي كان مفروض يوصل للفصل 400 من القصة في عام 2006 لكن لا الرجال صار له حرفيا 17 سنة وهو قاعد يماطل فيعني ما عليش مهما كانت جمال هذه القصة المماطلة الزائدة هي اللي بالفعل قتلت المتعة لكن من ناحية أنا ممتن لأن تكنيكلي مع نهاية أحداث الأنمي حنا بالفعل قدرنا نقلص حقبة من القصة بالنسبة لي القصة انتهت مع نهاية مشوار جون الحقبة الجديدة من القصة مع كرابيكا نعم على ورقة تبدو على أنها مثيرة ومميزة لكن للأسف هذه الحقبة من القصة هي بس حقبة ستظل في إذهان المتابعين على أنها ذكرى لرجل عرقلته المرض من أنه ينجز حتحفة فنية ويعني يجوفوا في كثير مؤلفين بالفعل وادعوا من قبل ما حتى يلقون الفرصة في تكملة قصصهم ومن أبرزهم مؤلف بيرزرك والآن مع الخبر الجديد فكرة أن تقاشي مدرك أو يعني خائف أن نهاية اقتربت هذا الشيء يعني هذا الشيء يحزن بصراحة في نهاية الأمر دامة وصلت به لحال أنه يكتب ذا القطاب فهذا بصراحة يقول لك الكثير عن وضع المؤلف الصحية وللناس اللي ما تعرف تقاشي قبل فترة أرسل قطاب يشرح فيه عن نهاية قصة هنتر هنتر هو ذكر أنه رتب ذول النهايات في حال أن إذا هو ودع على الأقل المتابعين رح يكون عندهم فكرة عن كيف هو كان ينوي للقصة بأن تنتهي نحن بالضبط ما نعرف وش سالفت ذول الثلاث نهايات لكن هو ذكر أن النهاية الأولى اللي هو قاعد يفكر فيها رح تنال إرضاء 80% من المتابعين النهاية الثانية رح تنال إرضاء 50% من المتابعين يعني لحد ما رح تكون زي نهاية هجوم العمالقة إذا حكينا عن نسبة الإرضاء والنهاية الثالثة رح تنال لنسبة إرضاء 10% الله أعلم وش رح تكون ذي النهاية هل رح ينزل نيزك ويدمر كل عالم هنتر هنتر بصراحة ما نعرف لكن هو يقول فقط 10% رح يستمتعون بهذه النهاية وأكيد ومثل ما عودنا تقاشي النهاية الثالثة هي النهاية اللي هو يتمنى تطبق وطبعا من المهم التنبيه أن تقاشي لسه الشغال على ذول النهايات وما خلصها يعني ما أدري بصراحة إذا الرجال فاضي يكتب ثلاث نهايات ليش ما بس يركز في النهاية اللي هو يبغاها ويوكل مساعد يساعدها في الرسوم كده زي علاقة أكيرا وتويوتارو من دراغون بول يعني بصراحة والله ما أدري أنا حاصل أن الرجال صعابها أكثر على نفسه بدال ما بس يسهلها لكن على أي حال حتى مع العلم ذا الخبر وحتى مع حبي لذا العمل هنتر هنتر بنسبة لي خبر كان عظيم وأما الآن الجيل الجديد من الأعمال بس أخذت مكانه خصوصا لما نحط في الحسبان أن نسبة الانضباط لذول الأعمال الجديدة أعلى وأفضل بكثير من ذا العمل والانضباط لقصة جيدة يا جماعة أفضل بكثير من قصة أسطورية من دون أي انضباط يعني حتى لو في حال أن تقاشي المؤلف لسه حص أن القدر لسه رح تأخذه قبل ما يخلص ذول النهايات هو لسه رتب نهاية رابعة لكيف ذا العمل رح تنتهي وهذه النهاية وعلى قولته نهاية فاشلة ونهاية هو نفسه ما يتمناها يعني أنا بصراحة شايف كثير ناس مبسوطة لأن هي على الأقل رح يكون في نهاية لي هنتر هنتر لكن في نهاية الأمر حنا قاعدين نحكي عن رجال خايف من الموت وخايف أكثر أن ما رح يقدر يخلص قصته قبل فوات الأوان هو في نهاية الأمر ما يبي يكون مثل المؤلفين السابقين اللي ما قدروا يشوفون ردة فعل متابعينهم في القصص اللي هم صووها وهذا يعني هذا الشي يحزن في الختام أنا ممتن لذي القصة والساعات من المرح اللي قضيتها لمشاهدة هذه القصة وأما الحفر اللي ما تملت فهذه الحفر أنا راضي على أنها تكون نهاية يرسمها المتابع لنفسه لكن نشوف كيف ذا العمل وكيف تقاشي رح يكمل ذي القصة مستقبلا بصراحة ما عرفش أقدر أقول لكن إن شاء الله هو كمان يقدر يشوف ذي النهاية كمان بس يا أتمنى يكون عجبكم المقطع ولا تنسوا الدعم بالاشتراك اللايك والشير رح يساعدني مرة في موصلات إنتاجي للمزيد من المحتوى وسلام